ما زال قضية سيارات نقرأ في خبر اليوم الكشفاء في واحدة من جرائد العبث المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة أحمد زايد سالم عن انفراج قريب في ملف السيارات والله لو كان جاء السيارات رح ان يوصلوا الناس للقمر أو للمريخ لو كان مسرش عليها مش رح يسر جزائر اليوم البلد الوحيد في العالم تقريبا أكاد أقول هذا وأنا مطمئن لما أقوله يعني اللي يغرقوا في موضوع السيارات واستيراد السيارات غرقوا السيارات تدخل جدد كاين سيارات جدد شوف المافيا العسكرية شوف الواجهة المدنية عندهم كلهم سيارات جدد حتى البوليسية وجدارمي باش يخوفوا الشعب جايبين آخر طراص تعليقات كات سيارات ربعية وليسيرين وانت تشوف هذه السيارات وكأنك ركفي نشعار في السويسرا ولا في اليابان جايبين هالبوليس وللدرك وللمافيا عندهم أما الشعب حاصل الناس حاصلة والسيارات رايحوا زي التغلاء كل ما مرت السنين في أي مكان في العالم كل ما تمر الأيام على السيارات كل ما يمر سنة تنقص قيمتها كل ما يمر شهر تنقص قيمتها يعني كانت عندي سيارة قبل ما تولي عندي سيارة شريتها مؤخرا كانت عندي سيارة في الالفين واربعة كنت نشوف السعر نتاحها كيف شريتها في الالفين واربعة وكيف شريتها في الالفين وثلاث عشر هي من سنة الفين واربعة من الفين وثلاث عشر كانت كل عام نشوف نلقاها تنقص حوالي عشرة في المئة إلى غاية وصلنا الالفين وتسعتاشة والالفين وعشرين أصبحت تقريبا لا تساوي شيء نحن الآن سيارات الفين واربعة في الجزائر نتكلم على بيام دابلو الفين واربعة يعني قيمتها في الالفين وواحد وعشرين لما اضطريت خلاص ما بترش أن تبقى عندي لأنها تطيحهم فان أكثر مني تمشي أصبحت أربعمائة جنيه ومش مؤكد إلا يدوها بربعمائة جنيه بربعمائة جنيه حتى من سعر السوق في الجزائر هي اثنى عشر مليون أو أقل عشر ملايين أنا على يقين أن السيارات الفين واربعة بيام دابلو في الجزائر لا تقل عن ثمانين مليون إلى ولا مئة مليون وربعمائة جنيه هنا هو الدخل تعيومين أو ثلاثة بتاع الإنسان العادي ما نقولش على الإنسان محامي والله طبيب مختص والله هذا كده أكثر من ربعمائة جنيه في اليوم الواحد بينما في الجزائر الآن الأسعار تاع السيارات رهي كل مرة تزيد الأسعار وسيارات تعبانة جدا وطرقات تعبانة جدا وقطع غيار في الغالب تعبانة جدا أصلا من طرفيكيا مستوردة بطريقة خاطئة وسياقة سيئة جدا لأن كثير من الناس جابوا البرميات خاصة في العشرين سنة ثلاثين سنة الأخير جابوا البرميات بالرشاوي إلا من رحمي ربك ومع ذلك ما زالوا غرقين في قضية السيارات وما زال قال لك في الأسابيع القادمة وهذه تعالى الأسابيع القادمة وقريب رأى عندهم منذ 2018 وما يعودوا فيها كل ما يقتربوا من الانتخابات كل ما يجي ملف السيارات وخلاصوا رح نيجيبوا لكم وإلى آخر كل ما تكون حاجة هناك الآن علش ورجع هذا الموضوع أنت على السيارات على خدعة لم الشمل اللي رام يخدموا عليها على المخادعة المكالحة الأخرى اللي يسموها مصالحة ومن قبل وقام ورحمة الآن لم الشمل على هذا الطريقة اللي هي أبشع مما سبقها من كذب ومن خداع ومن مكر فما زال يرمو من بعيد آه ممكن السيارات والسيارات إلى آخر لما عنا قضية بسيطة وبسيطة جدا يعني لا تحتاج لا نحتاج أن يكون عنا عباقرة أو متخصصين في علم الذرة أو في علم السواريخ هذا الموضوع هناك أكثر من 200 دولة في العالم وهناك أشياء واضحة ومصانع يعني لك أبسط شيء في موضوع السيارات هذه هناك أكثر من 100 شركة أكثر من 100 طبعا بكثير لكن خلينا نفترض هناك 100 شركة تختار منهم 10 شركات تعمل معهم اتفاقات ويجوين تجوا في البلاد ويفقى شروط معينة وممكن حتى أفضل الشركات الموجودة تروح لمرسودس كما تروح لبين دابلوي كما تروح لطيوتا كما تروح لمتعددة وأيضا ممكن حتى تروح لسيارة الهندية أو السيارات الإسبانية أو كل واحد بعدين يكون حسب قدرته على الشراء هذا ليس شيء خارق للعادة هذا ليس صناعة صواريخ تطلع للقمر أو تطلع المريخ هذا ليس صناعة طائرات نفاثة هذا ليس صناعة ما نشعار فانا سواريخ حربية استثنائية هذه أشياء بسيطة إيلون ماسك هذا شخص واحد أغنى رجل اليوم في العالم أبدع وأنتج تيسلا اللي هي السيارات الكهربائية ورح بعيد في الموضوع هذا وهو بذلك أصبح أغنى رجل في العالم طبعا هو رح الآن إلى أشياء أخرى أخطر وأكبر وأهم دولة كاملة أو يزعمون أنهم دولة غرقوا في موضوع السيارات وما زال يحكوا عليها مرة أخرى لماذا يعود يرجع الموضوع هذا لباش يمروا مخادعة لم الشمل الهف الذي لا يتوقف عند المافيا العسكرية شعب الجزائري لن يرضى إلا بدولة مدنية مش عسكرية شعب الجزائري لن يرضى إلا بعودة الجنرالات إلى الثاكنات شعب الجزائري لن يرضى ولن يقبل ولن يخدع تقدروا تخدعوا جزء من الناس تقدروا تلاعبوا ببعض الناس تقدروا تشيروا ببعض الناس لكن هذه قلة خاصة بعد أن أعرف شعب الجزائري قوته من خلال الحركة الحركة ره دامت تقريبا ثلاث سنوات صحيحة بشكل متقطع لكن المرة الأولى دام 14 شهر تقريبا ثلاث عشر شهر والمرة الثانية دام أربعة أشهر شعب الجزائري عارف قدراته وفهمها وشافها خاصة في هذا الزمن القرية الواحدة كما يقال ترجمة نانسي قنقر